اشتركوا في القناة 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 لا لا من سعورات حرارية كل حاجة عندها وحدة قياس خاصة بها باش نديروا خريطة ذهنية هكا باش نتفكروا هذا التعريف عندنا هنا لتحت في هذا الرسم عندنا مختلف الغذاء يدخل الى جسم الانسان لكي يسمح له بالقيام بمختلف نشاطات هنا راكو تشوفوا مختلف النشاطات التي يقوم بها جسم الانسان اذا عندكم تعريف في القناة سحفظوا تعريفتكم اذا جاكم واعر تقدروا تحفظوا هذا التعريف المهم الحكاية انه لازم تعرفوا وشنه هو الراتب الغذائي ذكا اكيد مور ما عرفنا وشنه هو الراتب الغذائي لازم نشوفوا شنهما انواعه انواع الراتب الغذائي هما اربعة بصفة اما والاساسية اذا كان عندكم كتر ممكن اذا قتقل ممكن ما هما اربع انواع اساسية عندنا راتب الصيانة راتب العمل راتب النمو وراتب الاندج راتب الصيانة هو راتب متخصص في صيانة الجسم عندنا اذا حدث جرح اذا حدث فقدان في الخلايا يتدخل هذا الراتب عندنا راتب العمل راتب العمل هو الراتب المتخصص في مختلف النشاطات تعلانسان اذا كان انسان عامل يعمل عمل شاق وانسان جالس في البيت يختلف الراتب هذا الشخص على الآخر نسميه راتب العمل راتب النمو هو الراتب الذي يقدم للطفل ولا للراضيع ولا لأي كان لكي ينمو معنتها الراتب تاع الطفل الصغير مع راتب تاع شاب مع راتب تاع كهل وراتب تاع شيخ كيف باتاتا الأكل ولا بكونات الغذاء التحوم راح تختلف عندنا راتب الإنتاج أكيد لهو راتب المرأة الحامل هو راتب لازم تتناوله المرأة لتلبي احتياجاتها وتلبي احتياجات طفلها بما أنهم روحين ولا جسدين في جسد واحد هذا هما أنواع الرواتب الغذائية دوكا نروح نشوفو عنوان آخر لهما خصائص الراتب الغذائي وشنهما الخصائص ده؟ راتب الغذائي راتب غذائي معين وش لازم يكون تتوفر فيه خصائص باش نقولوا بالله هذا راتب غذائي ممتاز لازم يكون كامل معنتها غني بجميع العناصر الغذائية لحوم، أسماء، بون هما كامل بصفة عامة لازم يكون فيه دوسهم نيشاء وبروتين هذا هو الكامل متنوع لازم يكون فيه كامل عناصر الغذائية من خضر فواكه لحوم، لحوم حمراء، بيضاء، مشتقات الحليب كامل هذا هو المتنوع متوازن أنه ليس للسوء من فتح نركز على وجبة، نركز على الجزء، نركز على لحوم، نهمل الخضر والفواكه نركز على الخضر والفواكه، نركز الفواكه، نهمل على الخضار لازم يكون فيه خضر فواكه حليب المقسمع للوجبات، هذا هو متوازن أيضا لازم يكون مقسم إلى وجبات مش النظر الصباح نقول أنا ناكل عتمنية أصبح ولا على الوحدة منزجني أكل وأكيد في الأخير لازم يكون غني بالألياف كما قلنا في الوحدة الأولى الألياف لازم تكون لأنها تساعد في عملية الهضم إذن الألياف قلنا مفيدة جدا 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 أما فيما يخص العنوان الموالي لهو تغيرات الراتب الغذائي هذا الراتب الغذائي يتغير بيانسو يتغير حسب بعض العوامل هذا العوامل اللي هي العمر ناشاط درجة حرارة الوسط والجنس يتغير الراتب الغذائي بعدتها كمية الغذاء اللي يتناولها حسب العمر تختلف كمية الغذاء اللي يتناولها كمية ونوع الغذاء الذي يتناوله الطفل الصغير وشاب وعجوز ما شي كيف كيف باتاتا حسب الناشاط الشخص العامل والشخص الماكد في البيت يتناول الغذاء مختلف تماما الشخص الماكد في البيت يقل ناشطه عن الشخص العامي العادي مثلا المعلم ولا ولا اللي يعمل في مكتب وهذا الفردين عندهم راتب غذائي نوعه وكميته تختلف عن شخص يبذل مجهود مثلا في مصنع ولا في معمل درجة الحرارة أيضا احنا تشوفونا بين الصيف وشتاق تختلف الراتب الغذائي تعنا في الصيف نميل إلى الأغذية اللي فيها سوائل أكثر من في الشتاء لأنه في الشتاء نجوعه أكثر وفي الصيف نعمل شكتر هاوليك تغيير الراتب الغذائي ما بين فصلين ما بين درجة حرارة مرتفعة ودرجة حرارة منخفضة أيضا يختلف الراتب الغذائي بين الجنسين الذكر والأنثة والرجل والمرأة الراتب الغذائي التحام رح يكون مختلف تماما دكام هات ويرا الشابة البنينة لهمبرغر نروح ننتقل للسلوكات الغذائية الغير صحية كما علا بنا بليل هومبرغر غير صحي ولا البرغر غير صحي نروح نشوفو شنهما الأغذية الغير صحية اللي تبعين للهمبرغر ومشتقاته بسم الله على بركة الله وشنهما سلوكات الغير صحية الأخرى عندك شرب الماء البارد أثناء وبعد أكل وجبات ساخنة بقليل نحن بكرة يقولون نشربوش ما بارد من ما تكنوا حاجة سخونة هذه بديهية الاكثر من استخدام التوابل في الوجبة الغذائية هو صحيح أنه التوابل مضادات للأكسادة وتوابل حجام ليحة بس صحة الاكثر من استخدام التوابل رح يأثر سلبا في أنسر على الجسم التانى أيضا تناول المشروبات الغازية المنونة المشروبات الغازية نومة ممنوعة باتاتا لأنها مضرة 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 وما فيها حتى قرام تعل فائدة عندنا أيضا الإسرع في الأكل دون المضغي الجيد وتناول الغذاء في أوقات غير منتظمة والاكثر في الأكل سرته الاكثر في الأكل هذه هما السلوكات الغذائية الغير مرغوب فيها ولمشي مرحة باتاتا لجسمنا وأكيد دون التأكيد إذا ما تهلناش في الجسم التاعنا ورح ناخذينا أكل غير الصحي رح تصررنا هذا الاعتلالات ولا هذا الاختلالات أولها نخر في الأغشية المخاطية مش الخاطية هنا راني غالطة نخر في الأغشية المخاطية نحن على بلنا باللي داخل المعدة وداخل الأمعاء كي نغشاء مخاطي هكذا يحمي الأمعاء ويحمي الأكل وش تولي عندنا تولي عندنا قرحة معيدية والمعاويات تولي عندنا قرحة في المعدة والأمعاء بسبب نخر في الأغشية المخاطية إذا كرينا التوابل بالزاف وإذا شربنا مشروبات غازية حاجة عادية عنا أيضا تسوس الأسنان وسقوطها كما ركوا تشوفوا هنا في الصورة سقوط الأسنان ونخرها من يسرى يسرى من الأكل للقضم المستمر وتناول مشروبات الغازية التي تحتوي على سكريات رح تنخررنا الأسنان أيضا مرض السراطان اللي رح يكون في المعيدة بيانسور ومختلف الأعضاء اللي رح تتهلك من الأكل غير صحي عسر الهضم والإسهال والبواسير والبدانة حاجة عادية التفؤيد اللي قدر يجي من الماء كيكون ماء ملوث ما نعتنيوش بالنظافة على الأكل وما نعتنيوش بالنظافة على الماء رح يجينا التفؤيد الزحام المعاوي هو عبارة عن إسهال ولا عبارة عن اضطيرابات في المعيدة يليها إسهال الإسهال هذا يكون مصحب بدماء صافي كهنايا نسميوه الزحار المعاوي عدنا الكوليرا تانيك تجي من النظافة على الأكل وعدنا الإمساك نتيجة عدم توفر المياه باتاتا في الأكل التعنم وللوقاية من هذه الأمراض عافنا الله وإياكم لازم نتبعوا مجموعة من السلوكات الغذائية السوية ولا المليحة كيف نتخلصوا من هذه الأمراض ونتفادوها نهائيا؟ جملة الأشياء الاحترازية والوقائية هي التحسن بالنظافة في المأكل والمشرب والماكن باش نتفادو التفويد والكوليرا حاجة بادي هي تنظيم ولا تنظيف وتنظيم الوجبات الغذائية حسبة فاطور عشاء غذاء ثلاث وجبات أساسية التنويع في الوجبه مع توفير كميات من الخضر والفواكه عندنا حاجة مهمة تانيك تجنب الإفراط والتفريط في الغذاء الإفراط معناتها ناكله بزاف حتن حتى تحكمنا التخمة والتفريط معناتها ما ناكله شكي حتى يحكمنا لا نمي ونقص في المغذيات ولا الأغذية لازم لا الإفراط ولا التفريط الأكله بتوازن عندنا المضغ الجيد للأكل هذه حاجة لازم ممارسة الرياضة والكبير ولا الصغير ولا الشيخ ولكن لازم نمارس الرياضة أكيد أيضا لازمنا التطعيم معناتها نديره ولازم نتابع قول الرسول صلى الله عليه وسلم نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع إذا طبقنا هذا النصيحة الذهبية بإذن الله لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا دكان رحل التمرين التطبيقي وشيقول هذا التمرين التطبيقي يعاني مراهق ذو نشاط عادي من ضعف في الجسم ووزن أقل من الوزن العادي لمراهق في سنه بشرته شاحبة ويعاني من آلام في الماء الغلط رغم أنه يتغذى مأكلات يفضله تتمثل فيه شوفوا مليح فيما يتمثل الأكلته يتمثل في فطر الصباح كأس من الشاي مع ثلاثة إلى أربع قطع من الحلوى الغذاء ساندويتش بطاة مقرية ومشروبات غازية أما في العاشاء فساندويتش لحم وبيض ومشروبات غازية هذا الغذاء يوفر له قيمة طاقوية تتماشى مع سنه بالاستعانة بهذه المعطيات اذكر الأعراض الظاهرة على هذا المراهق والتي ممكن أن تظهر لاحقا كيف تفسر ظهور هذه الأعراض عليه أعطي تعريفا للراتب الغذائي وما هي أنواعه وما هي خصائصه ما هي الاختلالات التي يمكن أن يسببه له عدم التوازن في تناول الغذاء وبماذا تنصحه هذا المراهق ثم اقترح عليه وجبة يومية تساعده على الشفاء من هذه الأعراض هاوليك نص التمرين انتوا باوش تديروا حبسوا لافيديو رحوا حلوا التمرين بعقلكم وبهدوء ثم عاودوا ولوا للحل الحل التمرين ولا تعالى الأسئلة يقول السؤال الأول لهوا وشنهما الأعراض باين من التمرين قال لك نشاطه عادي ولا تقدروا تقوله ضعيف مع أنت ذو نشاط عادي وزن أقل من وزه العادي فشرته شاحبة ويعاني آلاما في المعي الغليظ وبعد قالوا لك فسر هذه الأعراض فيما تتمثل تفسير هذا الأعراض أطواتيكيا أن أكله صحيح رهو يأكل لكن الأكل التاعه أكل غير متوازن غير ما فيهش جميع العناصر الغذائية معنتها سوء في التغذية لأن غذائه غير كامل وغير متوازن وغير غني بالألياف وغير صحي لتربية حاجية جسمه ولأن هذا الراتب لرهو يتناوله لا يخدم جسمه أكيد تعريف الراتب الغذائي أنواعه مميزاته وخصائصه هذا كامل ولو الأول فيديو تلقاوهم بالنسبة إلى السلوكات الغذائية الغير منتظمة ليقدر يديرها أيضا واللي لازم نصحوها له هي شرب الماء البارد أثناء وبعد وجبة ساخنة الاكثر من استخدام التوابل تناول مشروبات الغازية الإسرع في الأكل دون المضغ تناول الغذاء في الأوقات الغير منتظمة والاكثر في الأكل هذو قلناهم نعود نولو برك شوية مشارير في الفيديو يعني في الدرس راح تصيبوا الإجابات سهلة في الأخير نعطي لكم واحد الحاجة خفيفة ذرايفة باش نخدمكم وخدموا أقولكم قال لك في الأخير اقترحوا لي وجبات غذائية منتظمة ومتوازنة باش التلميذ هذا ولا الطفل هذا ولا المراهق هذا يا يعاود يسترجع الصحة التعوي يتخلص من الأعراض اللي كانت تتبانع عليه ألوغ نخليكم انتوا ما فليكم وطير على بالي بالليش أطرين اقترحوا لي وجبات غذائية منتظمة ومليحة هذا ما كان بالنسبة للتصحيحات ولا للوقاية من هذا من هذا الاختلالات ولا من الاختلالات ولا من المشاكل اللي راهوا يعاني منها هذا المراهق لازم الاكثار من شرب المياه عدم التفريط والإفراط في الأكل منع المشروبات الغازية استخدام التوابل بقلة ولا بشوية هدوهما يعني تقدروا تزيدوا حتى التومة من عندكم زيدوا وش حبيتوا وصلنا نهاية الفيديو في الأخير ما بقى لغا نقولكم شكرا على حسن الإصاء والمتابعة وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة